حسام البدري انتو جيتوا على حسام بدري شوية والحسام بدري هو اللي جي عليكم يعني فكرة ان هو زعلان انتو كتبتو بيان انه في تصرف غير مسؤول وقال انه زعلان جدا من فكرة غير مسؤول انت يرايك في اللي حصل من كاد حسام بدري بص ما فيش شك ان انا ما شفتش حد بيدعم حسام البدري قد مجلس الدارة ده ولجنة الكورة وكابتن حسن يعني انا عايز اقولك برضو حسام البدري الوحيد اللي استوسنا انه هو يرجع تاني بعد ما كان سابنا في نص موسم قبل كده اللي هو ما استقال بسبب ان الجمهور شاته موفماش الاسمعيين بالزبط كده مشي من غير ما يعني قال لها دي خشبة كان ساعتها موديل الكورة قال له انا مش يا خلاص يعني حتى ما عادش بالرغم ان احنا كنا كلنا دعمينه بما فيهم طبعا لجنة الكورة يعني كابتن حسن زعل جدا فاعتها جدا انه هو مشي ما كانش عايز ويمشي يعني قوة يعني اللي هي السنة اللي جي فيها جزيل ودي كتل اول مرة الاهلي يجيب اربع مدربين في سنة واحدة ما انا بقول لك كان مش عايز فين جدا حسن البدري بعد كده لا فين جدا ده قصة اه كان جيه مش زيزو بعد كده لعين دي قبل ما تشات مهمة لو تفتكر يعني ماشي في وقت ما كانش هو ما قدرش يستحمل براشر ومشي فدي ما فيش شك انها كانت برضو غلطة فكون انه هو احنا دايما عندنا في مجلس الدارة كده واخدين قرار دايما ان اللي بيمشي من نص الموسم ما عملتوش عقد لي معي انا بصراحة ما عنديش فكرة يعني عشباش كده يعني دي مفروض بقى شغلة ادارة الكورة لكن انا معلوماتي يعني معلوماتي انه ما تعملوش عقد بعدية بس انا عايز اقول حاجة برضو خالد لما انت تبقى ايه لا غلط طبعا غلط كدوكومنتيشن غلط كشغل احترافي ما في المية غلط لكن لما انا حسام البدري ابن من ابناء النادي الاهلي ده تربى من جزور اه ما تقلقوش منه وهو ما اقلقش كمان فهمني انا قصدي يعني الاتنين ما اقلقوش فهمني وهو ده كان حسن الناية كتواخد ماشي ليه هو قال انا في حاجات ما قدرش اقولها ولو اتكلمت ونادي الاهلي وكده لكن فيه لازل بتقول لا اماديا الراجل جاله عقد 3 اضعاف انا شخصين زالتي جدا انه ماشي لان حسام الحقيقة كتب اسمه في التاريخ سبحانه وتعالى وفقنا وكسبنا بطولة افريقيا ونروح من كاس العالم وبانا قاعد يعني مرفوع الرأس وماتش ترجي ده احنا مارش التاريخ لا لا وفي كاس العالم كاس العالم انت عملت كورة الناس كلها كتبت يعني مش مصدقة انك برضو ما عملتش دينجاز يعني اللي هو تلع الرابع اه يعني تعملت افضل منه قبل كلا ما اختلفناش بس برضو في ظروف ايه خالد انت كان عندك اولا فول تيم الناس سقفها عالي بعد ما اتش ترجي هناك قالك ممكن يعملوا حاجة في كاس العالم يعني برضو يعني لما تيجي تحسبها كده بالورقة والقلم بدون اي تحضير كويس وبدون اي وبدون اي مباريات وبدون اي احتكاك جامد ازاي تعمل وما فيش دوري كانت الحسام مشي لي لا هو بيقول ما عنديش يعني كلامه بيقول انه هو مشي عشان جاله عرض افضل وانه هو كان طالب حاجات من لجنة الكورة ما تحققتلوش اه ان لعيبة وكده ده كلامه انا على فكرة انا انا هو كان زعلان على فكرة انا كنت في امريكا على فكرة ما حسام ماشي ويمكن حصل هو كان في كندا وحصل اتصال بيننا وانا قلت له قلت له حسام انت غلط انت عاف انت انا حسام ده احنا متربين ساوي وحسام انا فعلا من الشخصيات طالبين حسامي بعد ودائما كان كابتن حسان والخطيب كان دائما يقوله يعني حسام ده فعلا يعني زي ما تقول اخر يعني انا شايف ان حتى البيان اللي اتعمل عارف ان ما تبقى يعني مش مصدق زي ما انا كده مش مصدق ان العمري اخذ المية وتمين دقائق نفس القصة بالزبط الزعل على قد العشن بزبط حسنا لحدك سؤال كان زعلان ان مانو الجزي يجي الملعب هو موجود وينزل ويسلم على العيبة والتمرين يقف وان انت الصديق الصدوق لمانو الجزي شايف الوضع ده كان مزعله يعني ويستحق انه يزعل عليه انا اشك ان المدرب بقدر وقيمة حسام البدر يزعل من حاجة زي دي وهو قال انه مزعلش من حاجة ده راحوا تعغدوا مع بعض ويعني انت عايز تقول لي ان منو الجزي لا هو كان عايز انه ينزل بعد التدريب يعني التدريب ما يوقفش عشان خطر المنو ده هو اللي وقف مين اللي وقف لا يعني برضو ارجع اقول احنا برضو لازم اللي قعد فيها ما فيش مدرب عمله ايو بس انتو وفرتولو اللبن العصفور مختلفاش انت جبتولو 13 لاعب براكات وابوتريكا ومعرفش ويجبولو فلوس ويجبولو كل حاجة وفلافيو بتاع احنا في عصر احتراف ايو بس ما بيجي مدير فني وطني مثلا بتبيعه وفلافيو وعصام الحضري ميفعش يرجع يعني تقولولو لان ما نخلطش عصام الحضري وفلافيو وبيعفلو لا لا كلام ده مش مزبوط ما احنا بيعنا حسام غالف اعز بانهاني رمزي في اواج مجدو لا يعني كلام ده مش مزبوط يعني انت مش حضريك مش شاف خالد ان انت المان وجوزي كنت بتوفره لبن العصفور وحسام بدري مش نفس التوفير اللي وفرته المان وجوزي مثلا مفيش شك ان برضو انت خلي بالك انت مفيش نشاط ومفيش موارد وعندك مشاكل ويعني في قصة في قصة يعني طيب اتهمت وانا اتكلمت في موضوع ده على فكرة على موضوع احمد حسن كوكا انه هرب وان الاستاذ خالد متاجي بالعربي كده عامل شركة مع ممدوح عيد و وممدوح عيد نفسه